نهضة بركان المغربي مع تجهيز أقمصة النادي هذا أمر الذي وعد به الاتحاد الجزائري لكرة القدم أمس ووفى به وفي تصريحات لرئيس الفاف والاتصادي لتلفزيون النهار أكد أن الفاف ستعمل على تجهيز الأقمصة الخاصة بنادي نهضة بركان وهو أمر الذي تم الوفاء به الآن إذن صور حصرية تأتيكم من داخل قرف تغيير الملابس بملعب خمسة جولية قبل أقل من ساعتين عن انطلاق العرس الكروي الذي كان من المفترض أن يكون عرسا كرويا إلا أن المخزن ولقجع أراد غير ذلك من خلال تمرير سمومهم وهو الأمر الذي تفطنت إليه الجزائر بعد حجز لأقمصة أقول أو كرر تحمل خارطة تضم أراضي الصحراء الغربية وهو ما يتنافى مع الموثيق الأولمبية وحتى قوانين الفيفا التي تؤكد على أن قمصان الأندية لا يجب أن تحمل ثلاث أمور تتعلق بالعرق تتعلق بالسياسة أو تتعلق بالدين وهو ما أو نقول ما هو أمر الذي تم خرقه من نادي نهضة بركان في محاولة فاشلة منها لعلى الأقل زعزعت نادي اتحاد العاصمة الذي حاسب آخر الأخبار هو مركز كل التركيز على هذه المباراة كانت تصريحات لوليد الصادي لتلفزيون النهار أكد من خلالها أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم لن يتوقف عند هذا الحد رفضه لعب المباراة حتى مباراة العودة بنفس القمصان التي تحمل الخارطة التي تضم الأراضي الصحراوية وليس فقط في مباراة الذهاب في مباراة العودة ستكون إن شاء الله يوم الثامن وعشرين أفريل الجاريب إذن محمد قريشي جهاز معنا محمد نعم اسموك جيدا فاتح محمد إذن أنتم الآن متواجدون بغرف تغيير الملابس أو خرجتم من غرف تغيير الملابس محمد كل أمور جهزة بملعب خمسة جويليا اليوم الفريق الخصم قمصان جاهزة تحمل العالم المغربي ولا تحمل الخارطة التي اعترضت عليها الدولة الجزائرية على اعتبار أنها تضم أراضي الصحراء الغربية أكيد أهلا بكم مشاهدين فاتح بو شعنان كما تتابعون معي نحن الآن أمام المدخل الرئيسي ومدخل دخول الفريقين إلى ملعب خمسة جويليا قبل الموعد الرسمي للمواجهة التي ستجمع الفريقين فريق اتحاد العاصمة ونهضة بركان لحساب نصف نهائي كأس الكافة المباراة التي كنا نودا تكون عرسا كرويا ديربي مغاربي نتحدث فيه عنه كمكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوك عن خيارات التكتيكية عن اللاعبين عن طموح كل فريق في هذه المنافسة لكن للأسف الفريق المغربي أو الجانب المغربي أرادها أن تكون بعيدة كل البعض عن كرة الأدم بافتعاله لمسرحية مسرحية القمصان والخارطة المزيفة المشبوهة التي تضم الأراضي الصحراوية المحتلة إلى خارطة المغرب وهذا ما قبل بالرفض والرفض المطلق من الجانب الجزائري لأنها قضية سيادية ولا نقاش فيها ولا تحت أي ضرف من الظروف أو تحت أي معطى من المطاية على كل الجانب الجزائري قدم كل ما عليه وقام بكل ما عليه في هذه المباراة كل الأمور جاهزة مداخل الملعب الملعب يعني يسمح بممارسة كرة القدم في أبهى حلار دية الملعب قمصان الفريق المغربي بدون الخريطة والأشكال الغريبة فوقه هنا جاهزة في غرف تغيير الملابس كل الأمور جاهزة الجانب الجزائري قام بكل ما يجب وقام بما يجب في مثل هذه المواعد الكبرى المباراة الكبرى في المنافسات الإفريقية في انتظار وصول الفريق الزائر نهدت بوركان وكذلك فريق اتحاد العاصمة حتى ربما ننتظر القرار النهائي بالنسبة للفريق المغربي الذي يجب عليه احترام القوانين المتعارف عليها فيما يتعلق بتقرير مصير الشعوب والأراضي المحتوى تمام محمد محمد كل أمور جاهزة حسب ما تقول حتى أنه الإقبال الجباهيري نرى إقبال كبير على هذه المباراة محمد في انتظار الجماهر اتحاد العاصمة هي في الموعد لأنها تعتبر المباراة ستلعب ليس هناك مانع من الجانب الجزائري اتحاد العاصمة يريد خوض هذه المواجهة لكن في إطارها القانوني والمعمول بهم فيما يخص أكيد الفريق المنافس نهضة بركان المغرب الذي يجب عليه كما قلنا احترام القوانين التي تفردها قوانين الاتحاد الافريقي وقبلها قوانين الفيفا التي تمنع من قاطعا أن تخلط الأمور السياسية والأمور المسبوهة بكرة القدم محمد تجهيز قمصان محمد تجهيز قمصان المغرب بنادي نهضة بركان يؤكد أن الجزائر من خلال الاتحاد الجزائري لكرة القدم يرغب في إقامة هذه المباراة وحتى الاتحاد العاصمة يحضر بطريقة عادية وشفنا أيضا أن نادي نهضة بركان تدربة وقام بنادي صحفية أمس بطريقة عادية يعني كل الأمور عادية من غير النقطة التي تحفظت عليها الجزائر على الاعتبار أن القميص يحمل خارطة ضم أراضي صحراوية أكيد هو الجنب الجزائري وكما قلنا فريق اتحاد العاصمة كان ينتظر هذه المباراة بشكل عادي وعادي جدا الجمهور احتفلت ليلة أمس مطولا في شوارح العاصمة في سستارة وضعها احتفالا ببلوغ فريق اتحاد العاصمة لهذا الدور المتقدم من كأس الكاف فالكل كان ينتظر أن تجري المباراة بأمورها الطبيعية لكن كما قلنا حتى المنافسة المغربية كانت تدربة الأرضية ملعب خمسة جولية والمدرب قام بندوة صحفية كما جرت عليه العادة في هذه المواعيد الهمة في المنافسة الافريقية لكن ما يتبت ومؤكد أن فريق نهضة بركانة والجانب المغربي أردها أن تكون غير ذلك بمصرحية القمصان وهو يعلم مبدأ الجزائر التابت والصريح والواضح فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية والأراضي المحتلة في الصحراء لذلك هي خسابلات ومحاولات فاشلة أخرى من الجانب المغربي حتى يخلط السياسة بالرياضة وحتى يمر الرسائله الخبيثة والأفكاره الاستعمارية في حق الشعب الصحراوي محمد حتى النوعية في القمصان شاهدوها في الصورة بل نوعية جيدة نوعية جيدة جدا لا أريد المجاسبة أقول لك أنها أفضل من القمصان الرسمية لأنه صراحة لمشاهد قمصان بركان عن قرب لكنها قمصان صالحة ومريحة تسمح بإجراء مبارتين ملتصيقتين وليست مباراة واحدة فقط اليوم محمد نقول أنه الاتحاد الجزائري أو الجزائر عبر الاتحاد الجزائري وفرت كل الظروف لإقامة هذا العرس الكروي الذي كان من المنتظر أن يكون عرسا كرويا لو لا مسرحية خلينا نقول المخزن عبر العجح أكيد وهي ليست بالخرجة الجديدة نتذكر جيدا حادثة الطائرة طائرات الخطوط الملكية المغربية ومحاولة فرضها على الأجواء الجزائرية المغلقة في وجه الطيران الجزائري لأسباب يعلمها الجميع هي خرجة أخرى من فوزي لقجع المالك الرسمي لنادي نهضة بركان ومحاولته المتجددة والمتكررة لنرفزة واستفزاز الجانب الجزائري وهذه المركات كانت مع الموعد مع موجهة نهضة بركان واتحاد العاصمة نهضة بركان يعلم أنه ربما لا يمكنه مجابهة ومقارعة فريق اتحاد العاصمة حامل لقب وبطال ستوبر الإفريقي أمام من أمام الأهل المصري كان يعلم بأن الأمور ستكون مستعصية فوق أرضية الميدان سواء ذهابا هنا في ملعب خمسة جويلية أو يابا هناك في المغرب لذلك بما أنه خاسر خاسر بين قوسين حاول استغلال هذه المواجهة لتمرير رسائلي كما قلنا رسائلي الخبيطة مواصلة التعدي على حقوق الشعب الصحراوي الأعزل والمحتل وضم الأراضي الصحراوية في أمور غريبة وغريبة جدا فأنت تعلم أنها كبرى النواد الأوروبية والعالمية ريال مادريد مونشستر سيتي باير ميونيخ البوكا جونيور أمريكا اللاتينية أينما شاءت أي قارة أي فريق لا يوجد قميص عليه خارطة لبلد المعروف والمتعارف عليه في قمصان النوادي لما يمثلون بلدانهم في المنافسات الدولية أو العالمية يكون صحيح يكتفي الفريق بالعالم عالم البلد وفقط لذلك هي ليست دروس ربما كما قلت أنت فتح في الجغرافية أو شيء من هذا القبيل كان يجب احترام القوانين في هذه الأثناء فتح ربما يصل وفد على ما أعتقد هو لنهضة بوركان المغربي الذي يصل لا لا ليس الوفد المغربي على كل نحن هنا في انتظار فريق اتحاد العاصمة الفريق المستقبل الفريق الجزيري وكذلك وفد نهضة بوركان الذي كان بفندق فخم هنا بضواحي فعلا هي وصول حافلة فريق اتحاد العاصمة الذي يصل في هذه اللحظات إلى ملعب خمسة جولية وهذا ما يؤكد يؤكد ما قلناه بأن فريق اتحاد العاصمة من جانبه يريد لعب هذه المباراة في ظروفها وبظروفها الطبيعية لا يوجد لا تخوف من الفريق المغربي ولا مصرحية ولا السيناريوهات بعيدة عن المستقبل الأخضر أو كرة القدم فريق اتحاد العاصمة يصل في هذه الأثناء إلى المركب الأولمبي محمد بوضياف والمدخل الرئيسي المؤدي إلى غرف حفظ الملابس الخاصة بفريق اتحاد العاصمة كل التعداد والمجموعة جاهزة لهذه المباراة الكل مركز لأنها مباراة مهمة اتحاد العاصمة في رحلة الدفاع نتذكر أكيد فوز الاتحاد القادم بالنسخة اتحاد العاصمة عفوا بالنسخة سابقة لكاس الكافو وبعدها أطاح بالنادي المصري الأهلي المصري في السوبر الإفريقي بقيادة عبد الحق بن شيخا واليوم في رحلة الدفاع عن لقبه وإضافة نجمة تانية لقميس أخرى لقميس اتحاد العاصمة في ظروف عادية وعادية جدا الأمور جاهزة كل المتطلبات جاهزة بالمركب الأولمبي محمد اليوم اتحاد العاصمة أو صور محمد صور التي تصلون الآن من مركب الأولمبي محمد بوريا فو منعب خمسة جويلية تعكس أيضا الرحلة النفسية للاعب اتحاد العاصمة لكل مركز على المباراة لم يتأثر بطا بهذه المصرحية التي تم إخراجها من الجانب المغربي والتي كان هدفها واضح هو زعزعة نادي اتحاد العاصمة من جهة وتمرير سموم سياسية من جهة أخرى لا هذا ولا ذاك للنادي المغربي بالرغم من أنه الكاف اليوم تسير دائما إلى جانب المغرب محمد لكن على العموم الآن كل الأمور توحي أنه المباراة ستقام في ملعب خمسة جويلية اتحاد العاصمة مصر على أن المباراة تلعب اليوم وعنده حتى تخوف من هذا النادي وكما قلت أنت محمد سبقا للاتحاد العاصمة أنه أطاح بأنديا مغربية سواء في النسخة السابقة وحتى هذا الموسم محمد فقط نقطة أردت للحديث عنها تاريخ شميبة القبائل في 2021 تعرض لنفس الأمر على اعتبار أنه استعمل حروف تفناق على أقمسة اللعبين مع أنه الجزائر تعترف باللغة الأمازيغية لغة الدستور الجزائري هوية جزائرية مسراش كل هذه الضجة نتذكر يومها بعدما راجع دار تحفظات الكاف قررت أنه النادي الجزائري يلعب بأنديا لا تحمل الحروف الأمازيغية النادي شميبة القبائل غير القمس بكل هدوء ولعب المباراة النهائية ما يحدث اليوم محمد يعكس أنه النية من الطرف المغربي فيها نوع من التحايل لأنه موشحة بالمباراة في كرة القدم اليوم جاي مالس أمور سياسية أكثر منها رياضية أكيد فتح هذا نضع المشاهد الجزائري ومتتبعي قناة النهار في الصورة بيكنولوجية بسيطة وخفيفة جدا تؤكد بأن فريق نهضة بركان بقيادة فوزي لقجع لم يحط الرحال بالجزائر من أجل ممارسة مباراة في كرة القدم بل لتمرير رسائل خبيتة وخبيتة جدا بدليل أنه الوفد المغربي حط الرحال بالجزائر غادر نحو الحافلة لمغادرة المطار نحو فندق الإقامة لكن باتصالات وبعد حجز الأقمصة المسبوهة قرر في مصرحية صارخة وواضحة بأنه يريد أن يعكر الأجواء ويريد أن يفعل كل شيء إلا لعب كرة القدم ساعات لخمس أو ست ساعات بمطر هوريب مدين بعدها يستسلم لأمر الواقع ويغادر نحو الفندق وبعدها رسائل من هنا ومن هناك إلى الهيئة الإفريقية كالانتحاد الإفريقي لكرة القدم بقيادة موصيف التي أصبحت دمية في يد فوزي لقجع نقولها بكل صراحة وبدون أي تحفظ لأن الأمر أصبح واضحا وصارخا بأن الانتحاد الإفريقي لم يعد يملك قراراته بيده بل كل القرارات وكل الأمور تسير وتطبخ في المملكة المغربية في تحت أعين وفوق طاولة فوزي لقجع أكيد لذلك يجب على الهيئة الإفريقية أو الدول الإفريقية أن تحرر الاتحاد الإفريقي من قبضة فوزي لقجع أولا والبحث عن خليفة موطسيف الذي لم يقوى على مجابهة فوزي لقجع وأصبح يمرر قرارات غريبة وغريبة جدا تضرب بلوائح الكاف والفيفا مجتمعين عرض الحائط وهذا الأمر الغير مقبول بتاتا كيف يعقل أن تخلط وأن أراضي بها نزاع وأراضي مستعمرة أن تضم إلى خارطة دولة أخرى وتلك الخريطة فوق شعار كورة القدم في مناسبة رسمية في مباراة رسمية لمنافسة رسمية كبرى هي كأس الكاف الإفريقية أمام مرء العالم لذلك ما يحدث جعل من الاتحاد الإفريقي وبكل أسف أضحك بين العالم ولكن هيهات الرد الجزائري كان قويا وحاسما لا نقاش ولا جدال فيه حول ما يتعلق بتقرير مصير الشعوب والدول المستعمرة لا كرة القدم ولا شيء آخر يمكنه أن يمس بهذه القناعة وهذا أكيد هذا موقف ثابت الجزائريين محمد دفعت عنه الجزائر وستظل تدافع عنه ما حين بإذن الله محمد اليوم الكاف دخلت في حرب خاسرة بموالاتها المباشرة للطرف المغربي الأكيد أنه يعرف خبايا أو كواليس الكاف يعرف أنه فوزي لقجع يبتز بعض العناصر على مستوى الكاف وهو ضريبة بعض الأمور التي يقوم بها الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم محمد قضية الجزائر أو قضية حجز الأقمص أو قضية استعمال الشعارات السياسية على قميص نادي نهضة بوركام والكاف التي شفناها أنها عبرت عن موالاتها للجانب المغربي بما تشوف أنه ضربنا عصورين بحاجر واحد الآن خاصة أنه الكاف فقدت مصداقيتها بهذه القرارات أكيد الكاف وللأمانة منذ ربما فترة فقدت مصداقيتها وكنا دائما نعتقد وننتظر بأن موطسيبي سيجد حل سط واختطاف الاتحاد المغربي من طرف فوز لقجع وعصبته أكيد لذلك ما يحدث اليوم أكد للمرة الألف بأن الاتحاد الإفريقي أصبح مفقود الأمل فيه خاصة وأن ما يحدث اليوم كما قلت في حادثة شبيبة القبائل كانت الأمور واضحة والقمي صغيرة اليوم الكل شهد ما يحدث والكل يتابع ما يحدث بأن هناك تدخل صارخ وواضح وغير غير منطقي ولا غير مقبول عندما تضم أراضي محتلة إلى خارطة بلدك وتدخل بتلك الخارطة المشبوهة الغريبة على قميسك في موجهة رسمية بحجم كأس الكاف هذا يؤكد بأن يجب على أعضاء الجمعية العامة الإفريقية والدول الإفريقية أن تجدها مؤحلا وأن تقف في وجه هذه المزالة بداية من الموعد الانتخابي القادم في أسرع وقت وفي أقصر مدى ممكنة لأنه ما يحدث صراحة سيدر كثيرا بالهيئة الإفريقية وستفقد هيبتها أكيد مستقبلا بين أعضائها وبين الدول الإفريقية نعلم أن في الكواليس هناك رشاوي هناك أموال مشبوهة هناك ابتزازات وهناك حتى بديوهات وصور لأعضاء الجمعية الإفريقية وكذلك موتيبي وبزنسة وأموال طائلة لذلك يجب تصفية الهيئة الإفريقية وإيجاد حل لهذا المشكلة الذي بات يمس بالقرة وبسمعة القرة وشعوب القرة يلا خليني محمد من هذه الأمور وإن كان كل ما قلته صحيح خاصة أن التحدي أبعد من ذلك اليوم الكاف تحدث حتى الاتحاد الإفريقي على اعتبار أنه الصحراء الغربية هي عضو في الاتحاد الإفريقي تحدث أيضا حتى الأمم المتحدة التي تصنف الأراضي الصحراوية ضمن قضية تصفية استعمال كل هذا الأمور تحدث خلينا نتحدث الآن على العرس الكوروي الأجواء هناك وصول اللاعب اتحاد العاصمة نعرفك أنك قوي في التوقعات محمد في حال لعب المباراة تشوف أنه الاتحاد العاصمة اليوم رح يفوز ورح يحقق نتيجة إيجابية خاصة أنه مباراة العودة رح تكون هناك في المغرب وأكيد رح تكون ممارسات على نادي اتحاد العاصمة لا أكيد كورويا فريق اتحاد العاصمة يسير بخطة ثابتة نحو لقب قري جديد ولا تصور أنه فريق نهضة بوركان يملك الإمكانية اللازمة لإنقاف قطار اتحاد العاصمة في هذه المنافسة مباراة الدهب هنا بالجزائر العاصمة بملعب خمسة جولية يجب على الاتحاد أن يختنم الفرصة وأن يسجل أكبر عدد من الأهداف وكذلك عدم تلقي الأهداف لأن مباراة العودة ستكون صعبة كرويا وكذلك من جانب المعطيات نعلم أن الضغط سيكون كبير وكبير جدا على الوفد اتحاد العاصمة لذلك يجب طي الأمور هنا مسبقا وبسرعة في مباراة الدهب هنا بملعب خمسة جولية شكرا لك محمد كنت معنا متألقا كالعادة بصوارك الحصرية لقمصان نادي نهضة بركان شكرا لك مجددا إذن مشاهدين كل الشكر أيضا لرئيس الاتحاد الجزائري نقول للمحسن أحسنت وللمخطئ أنك أخطأت كل الشكر لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم الذي وفر كل الظروف اللازمة من أجل نجاح العرس الكروية القاري هنا في الجزائر بعيدا عن كل الممارسات الصبيانية التي حاول من خلالها لقجع أن يضرب استقرار على الأقل هذا العرس الكروي الإفريقي الجزائر وفي لتقاليدها نكرم ضيوفنا كالعادة لكن نؤدب المخطئين حتى نضع كل شخص في الصورة السيادة لا نساوي موء عليها القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية مبدأ لدى الجزائريين يتفق عليه الكبير والسغير كل شخص أو كل واحد في الجزائر يتفق على أن هذا الأمور مبدأ بهذا مشاهدي نصل إلى ختم هذا النقل المباشر لمباراة أو لما يقبل لميسبق مباراة اتحاد العاصمة أمام نادي نهضة بورغان في ذهبي أتدور النصف نهائي من كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم نتمنى الفوز لاتحاد العاصمة شكرا لكم عود إليك طارق